هاي ازايكم وعملين ايه ورجعت لكم النهاردة فيديو جديد بس قبل ما ندق الفيديو تسوش تعملوا لايك وشاريووا سبسكرايب وياتي تابعونا على الانستجرام والتيك توك هتلاقوا لانكات تحت في وفيديو النهاردة هنعمل الجزء التاني اللي هو التغيير اللي يدوم وكده نخليه على او كده زي ما انتم عارفين عملتوا الجزء الاول هتلاقوا لانك تحت في تسكريبشان بوكس تنسوش انكم تروحوا وتسمعوا الفيديو لانه كان حلو جدا وفيديو النهاردة هيبقى الجزء التاني في يلا بينا نبدأ الفيديو اول حاجة زي ما انتم شايفين اول قطعة انا هعملها النهاردة هي ده هو ده كان عندي من زمان يعني هو قديم اصلا بس يعني انا بحبها جدا فزي ما انتم شايفين الحطة دي اه اللي هو الجيب لما اتقطع كده زي ما انتم شايفين انا ما بقيتش احبه اجي خالص خالص لما اتقطع كده معنى ان انا ممكن اودي عندي حد يتخيط او كده فاول حاجة انا هعملها في اني اخسله لانه وانا حطة من زمان هو انا لما حطيته كان مختول بس علشان ما هم مركون بقى له فترة لازم يتخسل يتغسل برضو فزي ما انتم شايفين انا اول حاجة اخسلها وممكن الحطة دي اتقطعها خالص نشالها خالص او ممكن اللي احنا ايه نخيطها نواتيها عند العمو بتاع الخياط وكده ويخيطها لنا زي ما انتم شايفين انا احطها في الغسالة كده واخسلها الاول لاني لما اجي اشتغل على حاجة وحب اشتغل عليها وهي مخسولة فيس هنخسلها وبعدين ارجع لكم انا دلوقتي زي ما انتم شايفين بعد ما غسلتها وكده هو ده شكلها عادي ما تغيرش فيها اي حاجة زي ما انتم شايفين فاحنا ممكن نسيبه كده زي ما انتم شايفين ونروح هندعمه اللي هو نخيطه كده وينخليه يخيط لنا الحتة ديت وبس هيبقى عادي ويرجع زي اكنه جديد بالزبط وكل حاجة اه وهتبقى دي فكرة حلوة والفكرة التانية ان احنا ممكن نشيل دي خالص زي ما انتم شايفين كده هو انا هشيلها هو ده القرار اللي انا خدته قلت عادي كده كده هشيله مش هتفرق فزي ما انتم شايفين انا شلته كده اهوط يعني شكله كان تحس ان هو قديم او بوض او كده بس اول ما نخسل الحتة ديت يعني انا لما غسلتها اه بعد الفيديو يعني طلعه عادي وجديد جدا فديت حاجة حلوة جدا يلا بينا نخش على القطع التانية القطع التانية زي ما ان هي كانت عندي وهي اه هي طلع ترندي دلوقتي فانا حبيت اني ازبطها شوية كده فزي ما انتم شايفين هو البلوفر ده او الكاردجان ده هو شويتين تلاتة اه بس تمام هو في كزا بقع كده اه مش عارفة البقع ديت كانت منه جايت جايله من ايو كده اه وبما انه هو طلع ترندي الفترة دي جدا فقررت اني اه ازبطه كده زي ما انتم شايفين هو في اه بقعتين في اليد وابقع تحت كده زي ما انتم شايفين اهيت في كزا بقع يعني فحبيت اني اعمله انا مش عارفة ما كانوا جولوا منين ولما لقيته ترندي كده فقررت اني ازبطه على طول فاول حاجة انا حطيت في الغسلة ميات زي ما انتم شايفين وحطيت فيها اللي هو الكاردجان كده زي ما انتم شايفين وهبدأ بقى اني حط عليه كلور لان كلور بيشيل اي بقع وكده وحطيت مية بس زي ما انتم شايفين المية طلعت حابة صغيرين وما انه هو صوف اه المية شربته جدا فلازم نزود مية زي ما انتم شايفين انا كده دلوقتي زودت مية وبقى بيتغسل عادي هسيبه بيتغسل وارجع لكم بعد ما كل حاجة تجهز اه انا دلوقتي بعد ما غسلته وحطته في الكلور اه كان الليلة كاملة ونشرته ونشفته وعملته لكل حاجة هو دلوقتي شاكله البقع الصراحة البقع خفت اوي 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 يعني لو غسلة كمان هتمشي خالص بس البقع اللي هي اللي فوق ديت ليس زي ما هي حساها كبيرة شوية اه انما زي ما انتم شايفين كده اللي في القم مشيت خالص كان هما اتنين الاتنين يعتبر مشي خالص واحدة منهم مشيت خالص والتانية في منها خفيف خالص يعني غسلة واحدة ويتمشي خالص فعلا فمش عارفة يعني انا حطيت عليه كلور تاني مش عارفة السبب من ايه يعني انا غسلته بالكلور وسبته طول الليل بالكلور برضو فانا مش عارفة المشكلة من ايه الصراحة فممكن تكتبولي تحت في الكومنتات اا اعملو باي او في نوع مسحوق مثلا نوع ممكن يمسح البقع دي خالص وايه استفاد بي يعني ويب كده يكون الفيديو النهاردة خلص عارفة اقول لكم اشتركوا لايك وشاركوا السبسكريب وتتابعنا على انسكريم والتيك توك هتلاقوا الانكات تحت في الديسكريبشن بوكس وقلولي الفيديو عجبك ولا لا وهل انتوا قابلك كده اا جددتوا اهدومكوا ولا لا باي اشتركوا في القناة